اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس 60 دقيقة فوتوشوب في هذه المحاضرة راح نتكلم على موضوع بسيط جدا وقصير ولكن مهم في عالم معالجة الصور الفوتوغرافية موضوع المحاضرة هو كيفية تغيير الالوان في الملابس ايضا هذا الموضوع يعتبر لتغيير الالوان بشكل عام وليس في الملابس طيب قدنا مثلا هذه المودل بهذه الملابس اللي هي باللون الاحمر الفاتح راح نحاول تغييرها الى درجات اخرى من درجات الاحمر طبعا الطريقة بسيطة جدا نجي الى Adjustment Layers ونختار Selective Color راح تطلع عندنا هذه النافذة طبعا هذه النافذة بها مجموعة من الخيارات هنا نعدنا الكلر هو الريد راح يختار البرنامج بشكل مباشر باعتبار انه الاحمر هو الطاغي في الصورة بشكل ذكي طبعا بإمكاننا انه نتحكم بهذه المقابض ولكن راح نتحكم باليلو مثلا راح نختار هذا اللون بهذه الطريقة طبعا بإمكاننا انه نخليه افتح او اغمق او يكون بارد او ساخن بنفس الطريقة طبعا نجي هنا راح نخلي اللون بهذا الشكل حتى نحول Adjustment الى صورة طبعا نجي نضغط بهذه الطريقة Ctrl Shift Alt و E حرف E راح البرنامج يحول انه كل هذه الطبقات الى صورة جيد طبعا بإمكاننا نحذف انه هذا الشكل اصبحت عندنا هذه الصورة طبعا بإمكاننا نختار لون اخر ايضا نجي نخفي هذه الصورة نحدد الصورة الاصلية ونجي الى Adjustment Layers ونختار Selective Color وطبعا راح نختار لون اخر مثلا راح نختار هذا اللون بهذه الطريقة طبعا بإمكاننا انه نغير الالوان ممكن راح نختار هذا اللون بهذه الطريقة طبعا ممكن انه نخليه بلو صفر جيد ايضا بإمكاننا انه نضغط Ctrl Shift Alt E بهذه الطريقة وطبعا ايضا بإمكاننا نحذف ال Color Selective مثل ما نلاحظ عندنا هذا اللون وطبعا هذا اللون وهذا اللون اخر هذه من ابسط الطرق لتغيير لون الملابس نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر